محافظة أبيان اللواركن أبو بكر حسين سالم مع لائشة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة خلود القديري خطة وأنشطة فرع اللجنة الوطنية للمرأة وأفضاع المرأة على مستوى المحافظة وشارى محافظة أبيان إلى دور المرأة الفاعل في مختلف مناحي الحياة ومكانتها في المجتمع وأهمية منحها حقها لتبوء بمناصب إدارية والمشاركة في تطوير جوانب التنمية مؤكدا أن السلطة المحلية بالمحافظة تدعم ذلك وبقوة وموجها مدرع عموم المديريات بإنشاء فروع لإدارة تنمية المرأة لتعزيز تواجد المرأة في مختلف المجتمعات وتحفيزها للقيام بدورها المجتمعي فيما استعرضت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة خلود القديري استعرضت أنشطة وخطط اللجنة التي تتغلق بدعم مشاركة النساء في تنمية المجتمع وتشكيعها على الانخراط في العملية السياسية والتنموية مقدمة شكرها لمحافظة أبيان البو بكر اللواء أبو بكر حسين سالم لما يوليه من اهتمام لكل أنشطة المرأة